احتفلت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين شبيبة موطن يسوع بعيد يسوع الملك والذي جاء هذا العام بطريقة مختلفة نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا وتتويجاً لاحتفالاتها الروحية بالعيد أطلقت الأمانة برنامجاً تلفزيونياً من حلقتين تحت عنوان لعهدك سنبقى جرى بثهمة مباشرةً على قناة نورسات بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال المركز المسيحي للإعلام وخصصت الحلقة الأولى لفئة الأطفال والتي تخللتها فقرة مسابقات شيقة شارك فيها الأطفال من شبيبة موطن يسوع عبر الاتصال على الهاتف والدخول في السحب على جوائز قيمة أما الحلقة الثانية من برنامج لعهدك سنبقى تم استضافة غبطة البطريارك بير باتيستيا باتسبالا بطريارك القدسي للاتين الذي أعطى ثلاثة توصيات مهمة للشباب المسيحي وهي الصلاة والالتزام والانتماء معرباً عن فخره بالجهود التي تبدلها الشبيبة في خدمة الشباب